أصدرت مديرية شرطة أربيل توضيحا حول إلقاء القبض على البلوغر سلفانا دلشاد وقالت المديرية في بيان نشرت عدة قنوات إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتقال صاحبة مركز تجميل للسيدات تدعى سلفانا دلشاد شمعون حيث لقى تحليلات مختلفة جميعها بعيدة عن الحقيقة وأضاف أن طبيعة الأمر هو تقديم مواطن شك وقانونية ضد شمعون بتهمة قيامها باستغلال مكانتها كسيدة أعمال لتهديده وابتزازه بتلفيق اتهامات له واختلاق مشاكل لدى الأجهزة الأمنية إذا لم يسلم لها مبلغا ماليا وأن المتهمة قامت بهذا العمل بمساعدة متهم آخر لذا صدرت مذكرة إلقاء قبض بناء على أمر قضائي بحق كل من سلفانا والشخص الذي تساعد معها والتحقيقات مستمرة لغرض الوصول لحقيقة الأمر حيث اتخذت جميع الإجراءات اللازمة وفق القانون ترجمة نانسي قنقر